نادي أهلي نادي كبير وأي لعيم في مصر يتمني يلعب في النادي الأهلي فترة ما كنتش موفق أو فترة ما كانش تركيزي زي المقاولين أو ما كانش تركيزي زي ما روحت الاتحاد أنا لو كنت ركز التركيز اللي هو زي ما كنت بالعب في المقاولين أو زي ما روحت الاتحاد وأنا عدت في الاتحاد خمس سنين يعني وكنت بمستوى الحمد لله كويس جدا يعني طب إيه اللي خلاك ما كنت بقاش كنت مثلا مركز أو مثلا هل التيم كنت حاسين أنه محتاج لعيبة كواليتي مثلا أحسن مثلا تبقى موجودة معايكو أو إيه بالزبط خصوصا أنها كانت فترة فراغ شوية في النادي الآلي في حتة مطرق خصوصا الدوري وخب بالك يعني كانت لعيبة كانت مجموعة كويسة جدا يعني مجموعة اللي كانت متواجدة في النادي الآلي في فترة دي مجموعة كويسة جدا لكن أنا أتكلم عن نفسي أتكلم عن نفسي أنا أصرت أنا ما كنتش ملتزم كويس ما كنتش ملتزم كويس مش واخد الموضوع بجدية يعني للأسف فأنا بقول للناس أو بقول للعيبة أو بقول لعيبة اللي موجودة دي في النادي الآلي أو أنا ليه بطلع وبتكلم عن نادي الآلي أنا أهلاوي أنا بتكلم بكل وضوح وبصراحة يعني لكن أوه بحب النادي الآلي اللي بحب حد لازم تكلنواه بصراحة فأنا بطلع أقول لا يا عمي بيزعل إذا هل ناس بتزع ولا هل يزعله والله ناس بتزع وانا دلوقتي مطلع اتكلم عن نادي الاهلي وانا باطلع اتكلم عن نادي الاهلي فاذا كنت بقول حاجة مش كويسة فانا بتكلم للصالح يعني انا بقولك من فترة كنت طالع في برنامج واتكلمت وقلت مجلس الادارة لازم ياخد خطوة النادي الاهلي جيف سنة من السنين لعب بالناشئين النادي الاهلي مبيصبرش كان بيستبعد على طول النادي الاهلي لازم يغير تلعت اتهاجمت ويقبل ما مجلس الادارة يعمل اجتماع ويطلع الناشئين وقصد كلها بعدها ما فيش اسبوع يعني لا انا في اليوم اللي اتكلمت فيه طبعا يعني عايز اقولك الزباط اتهريت في صفحة القناة نفسها فجي بعدها بالزبط باسبوعين ثلاثة مجلس الادارة عامل اجتماع وناشئين لعبت وريحوا ناس في ناس ظهرت كمان بصورة كويسة جدا لازم تاخدوا عاصم الشنادي الاهلي يديع منه دوري مرتين ويديع منه كياس واداء مش كويس فطبعا دي تزعى لبركات لان احنا لو عدت يوم في النادي الاهلي فانت حافظ النادي الاهلي وعارف اجواء النادي الاهلي وعارف طريقة الناس بتفكر ازاي اما يبقى الفرقة مش موفقة النادي الاهلي وراء ملايين فطبعا انا واحد من الناس بتكلم وانا بتكلم بصراحة يعني انا من نوع اللي ايه انا مش مهم اشتم اغلط اعمل انت عايز بس اما حاجة انا من جوايا بقى واضح اما انا بقول لك يعني اما حاجة انا بقى مرتاح وواضح ان انا اتكلم يعني وطلعت قولت الزمالك وانا اتكلمت عز مالك ان الزمالك بيقد كويس والف وامبروك ان الزمالك الدوري انا مش عايز ادخلك في حدة تانية لكن انا من نوع اللي ببقى واضح في كلامي يعني